اشتركوا في القناة السؤال ليش شبه بعيسى بن مريم الجواب لأن عيسى بن مريم تقلد منصب النبوة في سن مبكر القرآن الكريم يتحدث قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كذلك الإمام الجواد تقلد منصب الإمامة في سن مبكر بين السابعة والثامنة من عمره الشريف ولد سنة مية وخمسة وتسعين الإمام الجواد الوالدة استشهد سنة ميتين وثلاثة بين مية وخمسة وتسعين إلى ميتين وثلاثة ثمان سنوات يعني بين السابعة إلى الثامنة هذا سن الإمام الجواد وأول ظاهرة تمر على الشيعة آنذاك أن إمام يتقلد منصب الإمامة في هذا السن لذلك كان صعوب على بعض الشيعة بعضهم شوية ماهضمه اجتمعوا الشيعة وين في دار الريان ببغداد حدود خمسين واحد من الشيعة وذكروا رحيل الإمام الرضا فصاروا يبكون على شهادة الإمام الرضا فقال أحدهم من لنا مثل الإمام الرضا وإذا أحد المؤمنين العارفين أخذ يعذي الهاث يلا أنت تظهر شيئا وتبطن شيئا أنت منافق إذا كان إذا كانت الإمامة من الله بعد ما يفرق سواء كان ابن أربعين سنة أو ابن ثمان سنين اللي الله يأهل إلى مقام الإمامة سواء كان ابن أربعين سنة أو سواء كان ابن ثمان سنين الله اختاره يعني يؤهله يعني يعطيه القابليات لهذا المقام فأقبلت الشيعة توبخه يعني هذا اللي تكلم بهالكلام اللي مو بمحله قام يلومونه وصار اجتماع الشيعة أن يمضوا إلى الحج فادلجن منهم ويلتقوا بالإمام يسألونه حتى يصير عندهم نوع من الإطمئنان هم يلتقوا بالإمام هم يتيقنوا متدري الشيعة مستويات والإيمان عشر درجات مو كلهم في الدرجة العاشرة فراحوا للحج وعرجوا إلى المدينة وبعد أداء الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله جاءوا إلى بيت الإمام طرقوا الباب خرج موفق الخادم حياكم الله تفضله أول ما خرج من اللي خرج استقبلهم استقبلهم عبدالله بن موسى ما شايفين الإمام الجواد ولا شايفين عبدالله بن موسى ويعرفونه فتصوروا أنه هو الإمام أحدهم قال عندي مسائل يا ابن رسول الله قال تفضل قال ما تقول في رجل قال لمرئته أنت طالك عدد نجوم السماء فأجاب عبدالله بن موسى هي طالق دون الجوزاء واحدهم قام ينظر إلى وجه الثاني شنو طالق دون الجوزاء يعني شنو الإجابة ما نفهم منها شي يعني مو إجابة بينها مو صحيحة قال لهم زير خنسئلة السؤال الثاني ما تقول في رجل أتى بهيمة فقال عبدالله بن موسى تقطع يده فازدادوا همًا وغمًا قطع اليد في السرقة مفيد واصهموا بالانصراف رادوا يقومون قال له كان الإمام مش كان أحسن الجواب قبل أن يقوموا وإذا بموفق يخرج لهم من دار الإمام فكان يقول لهم الآن يأتيكم أبو جعفر الآن يدخل عليكم فبقوا وإذا بالإمام يطل عليهم قاموا إجلالاً لنور الإمام الجواد تذري إمام مفترض الطاعة الله يعطيه هيبة الله يعطيه نورانية فد شيء فدمحبة فقاموا إجلالاً الإمام رحب بهم وقال حياكم الله اجلسوا يرحمكم الله فلما استقر بهم المجلس قام الذي سأل عبدالله بن موسى سأله نفس المسائل يا ابن رسول الله ما تقول في رجل قال لامرأته أن تطالق عدد نجوم السماء فأجاب الإمام الجواد عليه السلام قال الله عز وجل في محكم كتابه المجيد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهي في الثالثة وهي في الثالثة شافوا جواب منطقي أولاً مستقاق من القرآن الكريم سأله المسألة الثانية ما تقول في رجل أتى بهيمه قال أولاً يعزر الذي فعل هذا الفعل المنكر يعزر يعني يؤدب يضرب كم صوت الحاكم الشريع يحدده ثانياً يحمى ظهر الدابة يحمى ظهر الدابة يعني لكي لا تبقى عار على صاحبها يحمى ظهر الدابة يعني لا يقترب لها الذكر من جنسها هاي اثنين ثالثاً تنفى من البلد ما تبقى بهالبلد لكي لا تبقى عار على صاحبها شافوا الجواب جواب منطقي علمي وهكذا أخذوا يسألونه والإمام سلام الله عليه يجيب يقول الراوي حتى أن هذه الإجابات العلام المجلسي يقول قدمت له ثلاثين ألف مسألة فأجاب عنها بعلم الإمام سلام الله عليه اللهم صل على محمد وهذه أول دليل من أدلة إمامة الإمام الجواد العلم يعني العلم اللي يكون عند الإمام لا يمكن لأحد من الناس في زمانه أن يكون عنده ولا مثقال من ذلك العلم وهذا في الحقيقة دليل لذلك هذا قاضي القضاة يحيى بن أكثم اللي متحمط وبناء يعجز الإمام بناء ينقص من قدر الإمام قال ما تقول فيه محرم قتل صيدا وإذا بالإمام يفرع له قتله في ليل أم في نهار عامدا أم جاهلا من ذوات الطيور أو لا معيدا أو مبدئا وأخذ يفرع له بحيث يقولون بان العجز تلجلج ما يعرف أي فرع يختار له حتى يجاوب الإمام أين الثرى وأين الثرية وهل يقاس بآل محمد من سواهم